أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما متزايدا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية انطلق قطار التنمية في كافة المجالات وشارك أبناء وقبائل سيناء في قطار عملية التنمية الشاملة لسيناء فضلا عن استفافهم إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية والتي قادتها الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب في سيناء اشتركوا في القناة